فقال له الرجل يا محمد عاود برضو خاطبه باسمه ايه المجرد يا محمد اني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك يعني انجعله مقدمة اني سأخاص اسألك اسئلة صعبة وثقيلة عليك فلا تنفر مني ولا تغضب مني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سل ما بدى لك فضل ماتك لك عادي فقال له الرجل نشدتك بربك ورب من قبلك الله أرسلك الى الناس كلهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم قال فانشدك بالله اه الله امرك ان نصل الصلوات الخمس في اليوم والليلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم نعم اللهم ونعم قال فانشدك بالله اه الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا رسول وانا رسول من ورائي وانا رسول من ورائي من قومي وانا ضمام ابن ثعلبة اخو بني سعد بن بكر اذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعقب عليه فيرشده الى اكثر من هذه الفرائض فالفرض فالفرض هو الاساس يعني انت جميل ان تصوم شعبان لكن كيف تكون قاطع رحم جميل ان تكون تصوم شعبان لكن كيف بينك وبين اخوانك شحناء فاذا نركز على هذه الاصول